اهلا فيكم برج الحوت رح نجب شو هي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو او من بداية الشهر الى اخر الشهر ديسمبر القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الحوت ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك كرتين مفكرت كرت مثل دائما القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع بس ممكن يكون فيه بالفيديو او بالقراءة الشي ممكن يخدمك او يفيدك فانت خد من الفيديو الاشياء اللي بتحس انها قريبة منك وممكن تستفيد منها وترك الباقي لشخص اخر ممكن يستفيد منه رح نبلش بطاقتك اول بعدين طاقة الحبيب او الشريك وخطواتك في المستقبل خطواته ايضا هو في المستقبل وشو رح يكون مصير العلاقة بينكم اذا فيه اي اشي بيحتاج الى التوضيح رح نسحب كروت للتوضيح مشان نوضح طيب نبلش اول بكروت النصيحة لبرج الحوت برج الحوت بدك بدك تنتبه على مشاعرك اكتر هالشهر وتحاول انك تسمع على بعض الاشخاص بحياتك بقلبك مش فقط بعقلك تحاول تحلل الامور بعواطفك مش فقط بمنطقية في عندك اوراق النصائح جميعها طلعت اوراق كوبس او اوراق ايموشنل او اوراق عاطفية في عندك رح يجيك شخص جديد بحياتك او اذا عم تستنى شخص اكس او قديم ايضا ممكن يدل انه فيه رح يصير تصالح عندك تن اوف كوبس عندك ميسنجر اوف ايموشنز يعني فيه رح يصير عندك في الامور العاطفية تطورات كتير ايجابية فيه حدا رح يفوت بحياتك انت بتعتبره بركة بالنسبة لك او شخص كنت بتتمنى لفترة طويلة وهلا في الفترة القادمة رح يفوت بحياتك هالشخص فيه بدايات عاطفية جديدة رح تصير بحياتك وممكن تتطور ايضا الى اشياء عميقة يعني ممكن تتطور الى علاقة جدية خطوبة او حتى زواج بالبعض منكم يعني الشخص اللي رح تقابله رح يكون مثل الشريك بالنسبة للك او رح تعتبره سولمت رح تعتبره رفيق درب بالنسبة للك برج الحوت طاقتك الحالية عم شوف فيه تقدم فيه تقدم بالذات بالحكي فيه شخص رح يفوت بحياتك رح يكون فيه معه حكي كتير ايجابي تواصل روحي بينك وبين هالشخص انت وهالشخص بتحس انه على تواصل روحي بتحس انكم مرتبطين مع بعض وبيجوز الشخص ايضا اللي انت عم تتعامل معه بدك علاقة جدية معه مبين انه انت فيه حكي كتير بدك تحكيه لشخص في حياتك بتعتبره سولمت لانه العامل المشترك بينكم فور اوف وانس فمبين انه التنيناتكم عم تبحثوا عن استمرارية عم تبحثوا عن استقرار عم تبحثوا عن استابليتي بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك ممكن تكون عم تتعامل مع برج مائي او برج هوائي ممكن ايضا ابراج نارية لانه في عندي ايضا اوراق نارية ولكن البرج اللي عم تتعامل معه عم شوف انه عم شوف انت بتمشي على حسب كيف ما بتحس يعني بتخلي قلبك هو اللي يكون دليلك باتخاذ القرارات على عكس هالشخص هالشخص بيستخدم المنطق والتحليل اكتر من العواطف يعني حتى عواطفه ومشاعره هالشخص بيحب يحللها اول او يركز عليها اول او يفتحها ويدرسها اكتر منما انه بسرعة ينتقل او بسرعة يفوت بيه علاقة ولكن هو عم يبحث الى بداية عاطفية جديدة وممكن ايضا هالكارت يرمز انه هو عواطفه تجاهك انت عواطف كتير فياضة ممكن مش عم بتحكو مع بعض او ممكن هالشخص انت بس تحكي معه يكون الفرند تبعه هاي او الشخصية تبعته هاي او يكون تحسه من برا شخص كتير جامد شخص كتير جاف شخص يعني ما في اي مشاعر بتظهر بس من جوه من جوه مشاعره كتير فياضة عم يغرأ فيهم ولكن هو بيحب الامور تكون دائما عادلة وبيحب يكون دائما منصف هالشخص عم شوف العامل المشترك بينكم فانتو الاثنين عم تبحثوا على استمرارية بالعلاقة عم تبحثوا على استبيلتي بالعلاقة ممكن انت نظرتك تكون شوي جدية اكتر من هالشخص لانه عندك اوراق وحيا هالشخص ممكن يكون بدل علاقة شوي عفوية تكون اصدقاء بالاول او اشي مثل هيك مبين ايضا انه انت اللي بتوصل مشاعرك او بتحكي لها مشاعرك اكتر من هالشخص يعني انت اللي قلبك ومشاعرك مفتوحة لها الشخص وبتحكي له بتعبر اكتر من ما هو بيعبر بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوف انه في عندك ستتين بتحكي عن التوازن وهالشخص طاقته ايضا بيحب انه الامور تكون متوازنة فعم شوف انه انت عم تحاول بالمستقبل تستخدم نفس الطاقة انه تكون متوازن ومنصف بحق هالعلاقة او بحق حالك ايضا سواء كان بمشاعرك او سواء كان بالارتباط مع هالشخص لانه هالكارت بيحكي عن توازن للاخد والعطاء بالعلاقة على سنز او على حد ارضي يعني على حد التزامات جدية التزامات ارضية بالعالم الارضي ولكن السكس او كبس بيحكي عن المشاعر فممكن تكون العالم الروحاني ايضا فعم شوفك بالمستقبل عم تحاول توجد توازن بين الامور الفعلية وبين الامور اللي هي الحسية او العقلية او الروحانية ممكن انت تكون عواطفك هون تضغي عليك اكتر من انك تكون شخص منطقي تتصرف بعواطفك اكتر من انك شخص منطقي ولكن اشي منيح انه انت يعني بتسمع العواطفك من جوا او بتتبع عواطفك من جوا مبين ايضا خطوات الحبيب القادمة في المستقبل يعني عم شوفك انت عم تتذكر ايضا اذا كان في بينكم اذا انتو حاليا مش عم تحكو مع بعض وكان في بينكم تواصل بالماضي عم شوفك انت عم تتذكر عم تتذكر الماضي عم تتذكر الذكريات اللي صارت بعينك انتو هالشخص بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه من بعد يعني رح يمر بفترة خيبة امل او خسارة عاطفية ممكن اذا انت تركت هالشخص عم يحسوا كأنه في فرصة ضاعت من بين ايدو لانه فيه بالمستقبل ايضا رحيل فممكن انت ممكن انت يعني طاقة المشتركة هون بينكم فيه شخص عم عم يترك مشاعره او ممكن عم تتركه اشياء قديمة ايضا بشأن اشياء جديدة هالشخص ممكن يكون عم يحس بخسارة لانه عواطفه اللي عم بيحس فيها مش قادر يترجمها او مش قادر يوصلها لالك بالاصح او بيحس انه دائما لازم يكون في عنده البرسونة هاي او الشخصية هاي ايضا هالشخص ما بيحب الخسارة ما بيحب دائما يكون هو نمبر وان بيحب هو يكون الاول بيحب هو يكون يعني شخص عنين بيحب هو اللي ينتصر باي نقاش باي مشكلة باي اشي ولكن من جوه هو شخص ايجابي بتحكي عن براءة داخلية بها الشخص فهو من جوه شخص يعني شخص بريء شخص عقليته او تفكيره شوي ممكن تكون طفولية اكتر او عفوية اكتر انت ممكن تكون جدي اكتر بالتفكير من هالشخص بدنا نوضح هالشخص ليش بالمستقبل ليش في عنده هال خيبة هالخسارة ليش عميحس انه فيه فرصة ضاعت من بين ايده او عميحس بخسارة عطفية من نوع ما بدنا نشوف شو هي هالوراق وقعت تحت وراءك عم بتطير يا برج الحوت فندي لخبط الدك مرة تانية بدنا نشوف ليش هالشخص حزين في عنده اختيار لازم يقوم فيه هالشخص ممكن يكون محتار او ممكن يكون في عنده شخصين او قرارين بده ياخد منهم بده يختار منهم ممكن يكون ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه برج الجوزاء لانه الكنتب يتبع برج الجوزاء وهو بحيرة من امره عاطفيا لانه فيه مبين انه عنده عرض حب من شخص اخر فيه شخص اخر هون بحيات هالشخص مبين انه فيه عنده عرض حب عم يقدم له من ضمن شخص ولكن عرض الحب فيه شوي من التلاعب لانه seven of swords هو لص التاروت او السارق في التاروت ففيه اشي عم يخبيها الشخص ممكن عم يخبي طرف ثالث بالعلاقة او ممكن ايجاع عرض حب من طرف اخر وعرض الحب هيدا مش صادق انا انه seven of swords شخص تريكستر ايضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه تريكستر بمعنى انه ممكن يبين لك شخصية الظاهرة ولكن الشخصية اللي هي في العمق او في العقل الباطني شخصية اخرى فهالشخص عم يحس بخسارة عاطفية لانه ممكن يكون محتار بين شيئين محتار بين شخصين مش قادر ياخد قرار ومش عارف يودي وين مشاعره هالشخص مش عارف لمين ياطي هالكاسة ممكن يكون الشخص اللي عم يقدم له عرض حب من دائرة الاصدقاء حوالي ايضا لانه الطاقة اللي اللي بينكم اه رحيل هون المشتركة فبنننشوف شو هي يعني شو رح تتركه بالضبط أوراق كتير حلوة لانه عندك هون رحيل بس رحيل من شو بالضبط موقفين شخص عم يتعامل اه مع شخصين في عنده فكرتين بده يختار منهم the moon card ورقة اسرار ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا برج السرطان او ممكن هاي اسرار بينكم مخباية the emperor ففي وقفة رح تصير هون في اتخاذ قرار رح يصير هون بانه ممكن انت اذا عم تحس انه هالشخص في عنده او هو العكس ممكن يكون اذا هو عم يحس انه في حدا بحياتك وانت عم تحس انه في حدا اخر بحياته ممكن انت توصل الى الى منطقة او الى نقطة انك تاخد موقف صارم بانه هالشخص يختار بينك وبين الشخص الاخر انا بتوقع الشخص هادي اللي عم تتعامل معه الشريك هو اللي عنده اطراف اخرى لانه الاوراق متشابهة فهمت عليه فانت عم تحس انه فيه اسرار بالعلاقة متحس انه فيه مشاعر مخباية وانت بدك توصل الى توضيح او بدك تبعد حالك تماما من هالنقطة فبطاقتكم بالمستقبل انت رح تجبر هالشخص او رح يصير في بينكم تواصل بحيث انك تحكي لهالشخص انه بدك يحط نفس الاهتمام بالعلاقة متل اللي انت بتحطه او رح تترك العلاقة ورح تترك التواصل ام شوف لانه انت بدك علاقة صادقة هون بدك شخص منفتح حاطفيا ما بدك السرار هون ما بدك اشخاص اخرى بالتواصل ايضا يعني انت ام شوفك مصمم ام شوفك امتخذ قرار وعم تمشي وراه ما بدك الشخص الاخر يكون معه شخصين او يكون في حيرة من امره عم يحاول يوازن بين هاد ويوازن بين هاد متل ما انت بتعطي بدك الشخص اللي عم تتعامل معه ويعطيك ايضا ولكن في رح يكون ايضا ممكن يرمز الى انه رح يكون في رحيل عن الاسرار يعني رح تتركه يعني هالشخص رح يوصل الى اتخاذ قرار بانه يترك الشخص الاخر او يترك او الطرف الثالث متل ما منحكي لانه مبين انه علاقته معك او مشاعره تجاهك مشاعره كتير صادقة بده بداية عاطفية جديدة معك ولكن في طرف هون بحيات هالشخص او يسبب له تشوش عاطفي وممكن ايضا الشخص اللي بحياته بحياة حبيبك بحياة شريفك عم يستغل عم يستغل براءة وطيبة هالشخص وكونه انه بحب انه يكون غادل ومنصف لانه الطرف الثالث عم يشوف طاقته كتير تلاعبية شخص كتير بتلاعب بالحقيق فهو بتعقدكم المشتركة عم يشوف انه هالشخص رح يصر الى اتخاذ قرار والرحيل عن شخص معين او على علاقة فاشلة بينكم بين يعني الشخص اللي عم يتعامل معه الطرف الآخر لانه الطاقة هاي مشتركة فهو عم يتخذ قرار ومش رح يتراجع عنه قرار بالرحيل رحيل عن الاسرار طاقة مشتركة بينكم الاثنين رحيل عن الاسرار رحيل عن اذا كان في طرف ثالث او اي لخبطة بالموضوع لانه مبين انه انتو التنيناتكم عم تبحثوا عن يعني راحة البال مش عم تبحثوا عن عن وجع راس وعن مشاكل وعن لخبطة هون واطراف هون الوضع صريح الوضع واضح بينكم فقط الاشي اللي بحياة حبيبك وشريكك حاليا هو هالطرف الثالث اللي هو عم يستخدم طاقة تلاعبية كتير وهالشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير فير شخص كتير عادل بيحتاج وقت ممكن انت عم تشوف عم تشوف وحكيت للشخص اللي عم تتعامل معه انه في حدا بدائرة اصدقاء او بياطرفه انت ما بتحبه او بتشوف انه طاقته لانه برج الحوت شخص كتير انتو انت شخص كتير بتحس بتحس بي نوايا الاشخاص الاخرى حتى اذا كانت يعني مش واضحة ولكن البرج اللي عم تتعامل معه برج هوائي ما في عنده التواصل مثل الابراج المائية الابراج المائية بتحس اكتر ممكن تقرأ او تفهم الشخص من وجهه من حركاته بدون ما يحكي بس البرج اللي عم تتعامل معه شخص كتير يعني على الورق واحد اتنين ثلاثة خمت عليه فممكن انتو ايضا تشوف انو تعرف انو هالشخص مش مش منيح بالنسبة له ممكن يكون عم يتلاهر بانو صديقه ولكن بدو بالفعل يخرب بينكم العلاقة وانت بتشوف هالاشي بتشوف الوجه المظلم بالشخص ولكن هو مش عم يشوف الوجه المظلم عم حاول يخليها بطريقة كتير منطقية يحلها بطريقة كتير منطقية اوكي حبايبي فيعني بالمستقبل عم شوف انو هو رح يوصل هالشخص الى اتخاذ قرار بشأن الطرف الثالث اوكي حبايبي برج الحوت اذا عم تستنى الى الى رسالة او حكي من هالشخص او تواصل منكم عم شوف انو هو فقط بهالفترة بيحتاج الى فترة وقت مستقطع يوزن الامور او يحل اموره اوكي حبايبي برج الحوت بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيت القراءة اذا حبيت الى ويديو لا تنسى تحطلي لايك كومنت شار وسبسكايب ان شاء الله رح شوفكم فى اشترك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة